نفث أكبر بركان في العالم أنهارا من الحمام المتوهجة مما جذب الألاف من المشاهدين المذهولين الذين احتشدوا على طريق سريع في هواي يمكن أن يغطيه تدفق الحمام قريبا واستيقظ بركان مونالورا في جزر هواي من سبات استمر 38 عاما يوم الأحد مما تسبب في انسكاب الرماد البركاني والحطام من السماء وأصبح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين المدن الواقع على السواحل الشرقية والغربية للجزيرة الكبيرة نقطة مشاهدة مرتجلة حيث تحتشد ألاف السيارات على الطريق السريع بالقرب من حديقة البركين الوطنية